اهلا وسهلا بكم مشاهدنا الكرام مرة اخرى في برنامج سوريا الان العملية العسكرية التركية بدأت تأخذ خطواتها الاخيرة من اجل ان تصبح برية بعد ان كانت جوية في بداية عملية المخرب السيف حول هذا الموضوع وتداعياته على الشأن السوري وموقف روسيا وامريكا وهذا التخبط الدولي الذي مشاهده بعد ان اعلنت تركيا انها قادمة الى هذه العملية بريا ننضم الينا في الاستوديو حول هذا الموضوع الاستاذ سعد الخطيب المحلل السياسي السوري سعد اهلا وسهلا بك مرحبا بك سيدي كما سينضم الينا بعد قليل المفكر والقانوني السوري الاستاذ هيسهم المالح عبر اسقايف دعنا نبدأ من خلالك استاذ سعد بالنسبة اذا اردنا ان نحلل او نفند هذه العملية العسكرية التركية بداية من الموقف الامريكي الموقف الامريكي وجد كثير من التخبط حول هذه العملية وجدنا ان امريكا قالت بان تركيا لها الحق في القيام بهذه العملية العسكرية يوم الاربعاء الماضي اتصال ما بين رئيس الدفاع الامريكي ورئيس الدفاع التركي قال فيه وزير الدفاع الامريكي انه يجب على تركيا ان تتوخل حذر من بعدها يوم الخميس وزير الدفاع التركي يعلن ان على امريكا ان تتخذ موقفها بجانب تركيا وليس بجانب قصد قللت من التعامل بين الدوريات العسكرية مع امريكا وفي نفس اليوم امريكا مرة اخرى تعود في كلمها وتقول على تركيا ان تعيد نفسها فهذا التخبط هل هذه هي السياسة التي تتبعها امريكا مع تيوان والصين سياسة عدم الوضوح ام ان امريكا لم تتخذ موقف بعد نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم للمشاهدين الكرام في الحقيقة كما نعلم ان منظمة قصد الارهابية في سوريا مرجعيتها الى امريكا وحتى يكون المشاهد على اطلاع وماذا يحصل في سوريا ومن هي قصد قصد هي منظمة تم زراعتها في سوريا من قبل امريكا وتعتمد عليها تحت غطاء وشعار انه لمحاربة الارهاب في سوريا محاربة داعش في سوريا لكنها بنفس الوقت هي غريبة عن المجتمع السوري وغريبة عن سوريا ولم تكن يوما في موجودة داخل الحدود السورية امريكا تدعمها اليوم منذ ان تأسست وما زالت اعتقد ان هدف امريكا الوحيد من دعم قصد هو لازعاج الامن القومي التركي ولتكون مصدر تهديد مستمر لتركيا بنفس الوقت اعطوها مناطق مليئة بالثروات مليئة بالنفط والمعادن وايضا موقع جغرافي داخل الحدود السورية يعتبر من اهم المناطق في سوريا المنطقة شرق الفرات باكملها وبعضها غرب نهر الفرات لذلك اليوم نعم يعني انا اقول ان هناك مصالح امريكية تركية كبيرة جدا يعني مصلحة امريكا مع الدولة التركية كبيرة جدا خاصة بعد حرب روسيا في اوكرانيا وتركيا هي في حلف الناتو بنفس الوقت الذي يضم يعني امريكا والدول الاوروبية نستغرب جدا من الموقف الامريكي وما المصلحة الكبيرة جدا في الاخلال بالامن القومي لتركيا وهي حليفة في حلف الناتو هذا الامر بالتأكيد هو مستهجن ومستنكر وحتى من الشعب السوري عموما مستغربين ما المصلحة الامريكية غير اخلال بامن تركيا في دعمها لمنظمة قسد الارهابية منظمة قسد الارهابية اليوم في سوريا هي لا تختلف كثيرا عن النظام من حيث ارتكاب الجرائم وتهجير الناس واحتلال لكثير من مناطق سوريا وتغيير ديمغرافي في هذه المناطق وانهاء للمجتمع السوري الذي كان في شرق سوريا بالكامل غير انهم ايضا يستغلون منابع النفط والثروات ولحسابهم وهو شيء شاذ جدا جدا يعني نستغرب من اصرار امريكا على دعم هذا الفصيل داخل سوريا الان لو لو تحدثنا عن موقف امريكا المتغير وما بين الشد والرخي خلينا نقول في التعامل مع قسد هي ما بين مصالحها مع تركيا مع الدولة التركية وما بين دعمها لميليشيا داخل سوريا داخل الادارة الامريكية انا اعتقد ان يوجد تيارين ما بين الحفاظ على قسد كونها صرفت عليها مبالغ كبيرة جدا لانشائها ودعمها وتوسيعها ومساعدتها على استلام هذه المناطق ليست من السهل ان تمتد قسد وتسيطر على هذه المناطق شرق سوريا الا بمساعدة امريكا فهذا التيار الذي يقول بانه يجب الاستمرار في دعم قسد وهو يعني لديهم بعد استراتيجي واهداف بعيدة المدى يسعون لتحقيقها من خلال قسد السيطرة على الثروات في سوريا وان يكون لامريكا ورقة قوية داخل سوريا هكذا يرى تيار والتيار الاخر ايضا لا يقول بان مصالح امريكا مع تركيا اكبر واكثر واوسع ويجب ان تكون بدرجة الاولى من الاهتمام الامريكي بشكل عام هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا شكرا